خلينا نعرف التفاصيل للاجتماع ونتناقش بعد ما راحب سيدة سفير نادر سعد متحدث باسم مجلس الوزراء أهلا بحضرتك معنا سيدة سفير مساء خير مدام عزة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بك موضوعات كتير يعني أنا قسمت كده المفروض أنه الأهم في الاجتماع صباحا كان أنا شايفة أنه تلت موضوعات وحضرتك لو عايز تضيف تضيف بس خليني أبدأ مع حضرتك اسمح لي بالمشكلة أو الموضوع اللي شاغل العالم كله وهو ما يحدث ما بين روسيا وما بين أوكرانيا والتدعيات الجديدة اللي كل شوية بيبقى فيها جديد مهمة قوي نعرف من حضرتك النهاردة تم منقشة إيه صباحا مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتدعيات إيه على مصري فانت فضل هو النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع لسبوع المجلس تطرق للإشارة للأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها المحتملة لو لا قدر الله الأمور تصعدت عما هي عليه الآن الأزمة الروسية الأوكرانية بتهمنا على طعيب جزء الجزء الأول هو القمح باعتبار أن البلدين هم من أكبر البلاد اللي إحنا بنستورد منها القمح مصري تقريبا أكبر مستورد عالم للقمح والمصادر رغم أن إحنا معتمدين 16 بنستورد قد إيه منهم بعد إذن حضرك سيد سفير لا بنستورد كميات كبيرة يعني روسيا لوحدها يعني لو بنتكلم عن العام الماضي تقريبا تمانين في المية من حجم الأقمح اللي جات أو استوردتها هي السلع الثامونية علشان تسدي بيها العكس علشان لغير في الخبز مصدرها روسيا فروسيا مصدر كبير جدا زي ما بقول لحضرتك يقترب من تمانين في المية من نسبة الأقمح اللي إحنا بنستوردها يأتي بعد ذلك طبعا أوكرانيا ودولة أخرى إحنا عندنا 16 منشأ 16 دولة معتمدة من جانب مزارة التموين لإستيراد الأقمح منها أي نعم هي روسيا أوكرانيا هم رقم واحد وثنين تقريبا الأكبر لكن في 14 دولة أخرى ولو لا قدر الله حدث أي تصاعد أثر على كميات الأقمح اللي إحنا ممكن نستوردها من هذين البلدين فهناك 14 دولة أخرى وبعض هذه الدول الأخرى خارج القرى الأوروبية أصلا يعني الولايات المتحدة كندا الأرجنتين أستراليا باراجوي دي أمثلة لخمس أو ست دول خارج القرى الأوروبية ومعتمدة من جانب وزارة التموين كمصدر في الأقمح فده اللي إحنا في الفترة اللي جاية هتفرق في الأسعار يسيد سفير ألو هتفرق في الأسعار يفند طبعا بكل تأكيد لو وارداتنا من أو الواردات العالمية من القمح اللي منشأوا روسيا وأوكرانيا يتأثر به الأزمة الجارية أو أي تصعيد لها الضغط على باقي المناشئ المناشئ القمح أو الدول الأخرى الموردة للقمح حيزيد فده حيأثر بالقطع على الأسعار لكن اللي مطمئن في هذا الأمر حاجتين كما يخص مصدر أول حاجة أننا عندنا حاليا في الوقت اللي أنا بكلم حضرتك كثير عندنا مخزون استراتيجي من القمح يكفي خمسة أشهر كاملة ده جزء الأول الجزء الثاني نحن اعتبارا ده كمان في طمقنة أخرى إن احنا إن شاء الله اعتبارا من الخمسة عشر أربعة حيبتدي موسم حصاد القمح حيثا حينضم بالمخزون اللي لدينا بالفعل حينضم إليه الإنتاج المحلي من القمح اللي هو ممكن يكفينا أربع أشهر أخرى بالإضافة للخمسة أشهر حيبقى عندنا كميات من القمح تكفي ما لا يقل عن تسعة أشهر عندما يبدأ انضمام الإنتاج المحلي من القمح بداية من خمستاشر أربعة ده اللي حيمكننا إن شاء الله إن احنا نستطيع إن احنا نناور بما لدينا من مخزون زي ما أوضح قبل كده دكتور علي مصلح وزير التموين والتجارة الداخلية في حديثه عن هذا الأمر إن هذه الكميات سواء المخزون اللي لدينا بالفعل أو الإنتاج المحلي اللي حينضم لنا اعتبارها من خمستاشر أربعة هيمكننا إن شاء الله إن احنا نناور به بالإضافة طبعا لأن لو الأزمة اتمرت أكتر من ذلك أو تساعدت والواردات من الأقماح الروسية والأوكرانية تأثرت باعتها بقى حننظر لباقي الدول اللي موجودة على القيمة اللي ممكن نستورد منها خاصة الدول اللي هي خارج القارة الأوروبية اللي هي بعيدة عن المكان الأزمة الحالي نعم دي خطة دي خطة الحكومة دي خطة الحكومة فيما يخص الجزء الأول من التداعيات الأزمة الأكرارية أنا قلت إن لها جزء جيد الجزء الأول مباشر وهو القمح الجزء الثاني طبعا بيتعلق بتأثيرات هذه الأزمة على أسعار النصق العالمية اللي احنا نشاهدنا وشوفنا كلنا إنها بدأت تتصاعد بشكل كبير جدا أستاذ حضرتك وإنتم عاودني إنك بتستحملني يا سيد سفير معلش شكرا